طبعاً موضوع الحلقة يمكن اسمعته التسبيح وقت الألم قبل ما نبتدئ أنه كيف يعني يكون فيه تسبيح ولا سيما الناس اللي بتعاني كل أنواع الألم في بلادنا العربي ولا سيما في بلد المسيح لما نتكلم عن التسبيح إيه هو موضوع التسبيح أو تعريف التسبيح حتى المشاهد يفهم أكتر هذا الموضوع التسبيح هو هذا الشيء المقدم لله بكل التعظيم وبكل التفكير في مجده في عظمته في جلاله التسبيح هو هذا الشيء المقدم من الإنسان ليس مجرد الشكر على موقف أو أمر ما كان في مكسب ما لكن التسبيح هو حياة لإنسان يفكر في الله أنه بالنسبة له هو الحياة وأكاد أجزم من قلبي أن الناس اللي عندها هذا التسبيح في داخلها لله عندهم نوع من الرضا عن كل أمور حياتهم مثلا يجي في مزمور زي مزمور 34 يقول أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي تتحول التسبيح من مجرد فعل ما في بداية الاجتماعات أو فعل ما الإنسان بتعجبه نغمة وكلمة لواحد عايش حياته بيسبح الله راضيا مقدما له حمد وشكر وتسبيح كل زمن العمر في كل مواقف حياته بغض النظر بغض النظر عن أي نوع اللي هو عايش فيه يعني ترنم الشفاة ده المنتج النهائي ده آخر حاجة لكن القلب والكيان والشعور الحقيقي بالمديونية للرب هو اللي بيذفع الشفاة للتسبيح في مشهد أستاذنك في مشهد زي مشهد سفر الشعاء النبي صحاح 6 لما يحكي عن السيد الرب جالس على كرسيه وأذياله تملأ الهيكل والملايكة بيسبحه لما يجوا ينادوا يقولوا قدوس يترنم له في جو ممتلئ بالرفعة والمجد والإعلاق والسجود والإعزاز والرهبة والرهبة أيضا مفيش استخفاف عند حد مدرك عظمة إلهه عشان كده حتى النطق بإسم الله باطلا أمر مزعج جدا جدا لدى الإنسان اللي فاهم أمور الله وعند الله طبعا فالإنسان اللي بيحب يسبح الله يقدم له شيء اسمه ذبيحة التسبيح ذبيحة التسبيح دي أنا مش مجرد نحن نبتدي الاجتماع بترنمتين ثلاثة أو نقول شوية نغم كويس أو ننوع العبادة بترنيم وخدمة وتأملات لا لا التسبيح هو ذبيحة مقدمة من إنسان فاهم عظمة إلهه يترنم له من قلب يحبه وحتى مش بس يعني يرنم له بالإنسان ده فيه واحد بيقول له لذلك لكي تترنم لك روحي وحتى الروح أيضا ترنم الكيان زي ما كان بيقول حبيبي الدكتور أسامة الكيان كله مفعم بعظمة الله فيترنم الإنسان له كل زمن العمر